بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا مهاراتكم مع فيديو جديد زي ما احنا شايفين مع بعض ده باب شقة قديم النهاردة ان شاء الله هنخدمه هنجدده وهنرجعه جديد كأنه باب من الابواب الحديثة او الابواب المصفحة اللي حاراتكم عارفينها طبعا زي ما احنا شايفين الباب محتاج تصنفر وتنظف الاول الاماكن طبعا السودة دي مكان فتح وقفل الباب المعرضة للايدين يعني بنشيلها بالقطر يعني بسلاحة كتر كده بقشوطها كويس وبشيل آآ الاماكن السودة دي كلها وبعد كده بمسك الباب كله بدعاكو صنفرة بصنفرة آآ رقم مية وخمسين بشيل او الأماكن السودة دي كلها بسلاحة كتر آآ وبعد كده بجيب الصنفرة المية وخمسين وببتدي اصنفر الباب كله طبعا آآ بحرق الباب صنفرة علشان المعجون والدهنات اللي انا هعملها جديدة تمسك فيه. آآ زي ما انتم شايفين انا بصنفر آآ بشكل طولي وبرضو بشكل عرضي يعني طوله عرض علشان افتح مسام للخشب ان هو يستقبل المعجون والمعجون يلزق فيه. تمام? طبعا دي الاماكن اللازق عليها ورق مش عارف اعداد الغاز وكهرابة ومش عارف ايه. طبعا بيشيلها برضو بسلحة كتر وبنظفها كويس. وبحرق الباب زي ما قلتوكم صنفرة بحيس ان ايه اطفي اللمعة اللي في الباب واعمل خشانة للمعجون اللي هيتعمل على الباب. بجيب برضو المزاني الحتة الداخلية دي بسنفرها كويس جدا. وبعد كده ببتدي بقى ايه انفض الباب من التراب. بجيب مقشة او آآ فرش التراب. وببتدي ازيل كل الاتربة اللي ناتجة عن الصنفرة. بنفض التراب كويس جدا وبشيل التراب اللي في المزاني والاماكن الدايقة. وبعد ما بخلص برضو بجيب قطعة من القماش وبطوق الباب كويس علشان ما بقاش فيه اثر للاتربة تعزل المعجون. تمام? طيب بعد كده بجيب المعجون بتاعي طبعا انا مجهز المعجون معجون اعتبر معجون بلدي. علشان خاطر آآ آآ اسحب بيه الباب. قبل ما بعمل المعجون آآ في خطة مهمة جدا جدا بعملها. بفتح الفواصل دي اللي هي الطاقة دي. الفواصل اللي الطاقة دي بفتحها آآ بسلاحة كطر وبجيب السوبر جلو بملاها بالسوبر جلو. آآ بنزل السوبر جلو فيها علشان يلزق القوائم دي مع بعض دي. هيبقى بديل الغيرة يعني. وايس? آآ بسقط السوبر جلو في في الفواصل بالشكل اللي طرحاتكم شايفينه ده وبشبعها. وبعد كده طبعا اللي هو اللي جاي المصلب آآ بتاع السوبر جلو. بد رشة كده عشان اسبت الامير او السوبر جلو في مكانه. بعد كده ابتدي اسحب الباب معجون. لو حضراتكم ملاحظين هتلاقوني بسحب بسكينة خمسة وعشرين الحشوة بتاعت الباب. لان الحشوة بتاعت الباب مضلعة يعني فيها تضليعة كده. الخشب مش مزبوط. فبنحاول نزبوته بقدر الامكان على سشان نداري التضليعة اللي فيه. كمام? فبقى معجن وبسيب معجون يعني بسيب ايد زي ما بنقول. برايح السكينة بحيس ان انا املى التضليعة دي معجون. طبعا بعد ما بخلص الحشوة بجيب العظم بتاع الباب بجيب الراس الاول وبعد كده ببتدي اجيب الايمين بتوع الباب. طبعا الفصل اللي جوه برضو بتتمعجن معايا وبتتقفل معايا ولكن بعد ما بخلص السكينة الاولانية للبيت. طيب بعد ما خلصت الطبع الاولى من المعجون او السكينة الاولى تانية. بهلوش الباب صنفرة خفيفة كده وببتدي امعجن اه الحشوات مرة تانية وبمعجن العظم مرة تانية علشان اقفل اه الاماكن اللي هي زي ما قلت لك المضلعة دي تكون اتمالت يعني بنسبة كبيرة بحيس ان هي ما تبانش معايا في الشغل. باخد طبقة تانية برضو بالطول. وبعد ما بخلص بسيب الباب مثلا اه حوالي خمس ساعات او ست ساعات. وبعد كده ببتدي اجاهز صنفرة تاني بيكون الباب نشف ان شاء الله. بجاهز بقى صنفرة بجيب الاماكن اللي هي الحالية اللي جوه دي. الجايات دي بصنفرها الاول كويس وبعد كده بمسك الباب بصفيه صنفرة بصنفرة بعد ما خلصت الباب صنفرة ببتدي بقى انفضه وزيل اثر التراب والغبار بتاع الصنفرة خالص. تمام? اشيل اي اثر للتراب. بنفض كويس. طيب وبعد كده بجيب بقى معايا سيلر الاخشاب. طبعا سيلر الاخشاب انا اهدهم بيه طبقة على المعجون علشان اعمل عملية اجباع للمعجون. اه واقف المسام المعجون بحيث ان انا لما دهن اللاكي بتاعي المعجون ما يمسش اللاكيه. طبعا حضرتك ممكن تستغنى عن السيلر وتدهن طبقتين من اللاكيه اللي هو البطانة بتاعة الباب. يعني ممكن تدهن وش سيلر وممكن وش لكيه وممكن تدهن وشين لكيه. طبعا اللاكيه اللي احنا هنشتغل به ان شاء الله هو لكيه نص لاما. لونه بصلي اه نص لاما. تمام? بعد ما بدهن طبقة السيلر بسيبها مثلا حوالي ساعة ولا حاجة. وبعد كده بهروش الباب صنفرة خفيفة. وبابتدي ادهن طبقة اللاكيه بتاعت اللي انا هشتغل عليها شغل التمشيط. بهروش الباب صنفرة خفيفة كده. وبعد كده بابتدي اجيب المزانق الاول بتاعة الباب. طبعا انا هشتغل هنا في الباب برولة سفينج. لان طبعا انا مش حابب ان انا رشة لان الرشة طبعا هيعمل عفرة وهغبرة اه وهيبهدل الدنيا. فاقولت لأ خلاص خلينا ايه نشتغل بالفرشة والرولة. فبالفرشة الصغيرة بتجيب المزانق اللي هي الاماكن اللي هي اللي في الغويطة اللي في الباب الحلية والجايات دي. وبعد كده بالرولة بقفل بيها الباب كله. يعني بجيب الحاجات الدقيقة الاول بفرشة صغيرة. وبعد كده بالرولة بجيب ايه الحشوة بتاعة الباب والعظم بتاع الباب زي ما انتم شايفين كده. طبعا الرولة سفينج انا بفضلها طبعا في في الشغل بتاع الكيه جدا جدا لان اه لو مسيت بها كويس بتديك شغل اكينك راشش الشغل راش. بس هي محتاجة ايه? يعني تعرف استخدامها. لان في بعض الناس بقول لك لا دي اه بتطلع فسافيس هوى. والفسافيس دي بتبان وكده. لا. اه بعد ما تدهن الحشوة مسلا ادهن العظم وبعدين ارجع مس الحشوة. هتلاقي الفسافيس الهوى دي مش هتبقى موجودة والباب هيبان معك اكينه مرشوش. تمام? اهو زي ما انا عملت كده. دهنت العظم وبعد كده رجعت مسيت الايه? الحشوة تاني. بعد ما خلصت الباب ودهنت الحشوة بتاع الباب بتاعي بالآ باللون البصلي. بس سيبه اربعة وعشرين ساعة وبعد كده بجيب مادة الجليز اللي عندي. آآ طبعا الجليز هو مادة شفافة بطيقة الجفاف. احنا بنلونها باي درجة. طبعا انا ملونها باللون البن المحروق. عملها درجة لون بن محروق. بفرد الجليز على الباب كله. زي ما احنا شايفين كده بجيب الحشوة الاول. وبعد ما بجيب الحشوة بجيب الراس اللي فوق الاول والراس اللي تحت. يعني باخد الحاجات اللي بالعرض مع الحشوة. بحيس ان انا اجيب الايمين بتوع الباب مرة واحدة. تمام? بمس الباب كويس كده. تمام? وبعد كده بجيب الليفة بتاعة المطبخ. طبعا بجيب الليفة المطبخ الخشنة اللي انا همشط بها وعمل بها آآ صمرة الخشب. طبعا دي اسهل حاجة ممكن تعمل بها شكل الخشب. وطبعا الباب نفسه بعد ما بنخلص بالشكل ده ممكن لو حضرتك عايز تسيبه على كده مفيش مشكلة. لو حضرتك مش هتعرف تعمل طبعا الشغل اللي انا هعمله طبعا محتاج حرفي. ومحتاج حد يكون بيعرف يمسك المسدس وبيروش كويس. علشان يطلع الشكل اللي احنا هنعمله. فلو حضرتك آآ مش هتعرف ممكن تستكفى آآ بالشكل اللي احنا بنعمله ده جميل جدا جدا برضو. يعني احنا بنشطب بشغل كتير على كده. آآ ولكن الفكرة بتاعت النهاردة فكرة جديدة بفضل الله ما حدش عملها. آآ ولكن انا حبيت انقلها لحضرتكم. آآ بمشط الباب مرة واتنين يعني مش بتعمل مرة واحدة يعني مرة وتسي وتجيب مسلا العظم وبعد كده تمشط الايه? الحشوة تانية لحد ما الباب يطلع معاك بالشكل الجميل اللي هتشوفه مع بعض ده. اهو. بمشط مرة واتنين بحيس ان يعني شكل القشرة تبقى قشرة ايه مسننة كده ما تبقاش خطوط طويلة وخلاص. اهو. بمس بالليفة مرة واتنين. بمشط مرة واتنين. لحد ما يظهر الشكل الجميل بتاع الباب. اهو. بعد كده بجيب آآ مسدس الرشو وبحط فيه سيلر. طبعا طبق السيلر دي انا برشها على الجليز وهو لسه طري. يعني ما استنيتش الجليز ينشف وبعد كده رشيت السيلر لا ده انا برشها على الجليز وهو طري علشان يثبت الجليز ويسرع عملية التجفيف بتاعة الجليز. تمام? لان لو الجليز نشف وانا رشيت السيلر ممكن يبقى فيه تفويش. انما الجليز وهو طري مش هيحصل ايه تفويش. تمام? طيب. آآ بعد ما الجليز نشف بقسم بقى الحشوة اللي عندي طبعا شغل هيبقى على الحشوة? بقسم الحشوة بتاعتي آآ مربعات. طبعا آآ بقيس طبعا بشوف الحشوة عندي قد ايه? وبقسمها مربعات زي ما هنشوف مع بعض كده. طبعا تقدر تقسمها على خمستاشر على اتناشر على حسب ما تيجي معاك. انا طبعا كانت جاي معاها تلاتاشر ونص فقسمتها على تلاتاشر ونص زي ما حرقكم شايفين كده اهو. آآ طبعا بالمسطرة وبالفرشة الرفيعة وبلون دوك وآآ بني وبقسم المربعات اللي حرقكم شايفين هدي. طيب بعد كده باجي في قطعة من الورق المقوى آآ بخليها نقصة سنط ونص من جميع الاتجاهات. يعني مسلا عندي آآ المربع تلاتاشر بخلي مسلا الورقة عشرة في عشرة. قويس? وبحط الورقة في نص المربع وببتدي اعمل اضاءة من من الجنب اليمين وجزء الاعلى. يعني باخد الجزء الاعلى الضلع الاعلى. والجنب اليمين بعمل فيهم اضاءة بالمسدس زي ما انتم شايفين كده. طبعا البوية اللي انا شغال بيها بوية دوك ومط. بوية دوك وبيضة. لونها ابيض مط. آآ بعمل بيها الاضاءة اللي على قطعة الخشب علشان يديك حق ان فيه اعلن فيه اضاءة على الباب. وهنعمل برضو ظل تحت يعني من تحت الورقة كده في الجنب الشمال. والجزء الاسفل هنعمل آآ ظل باللون البني المحروق او باللون الاسود علشان يبان شكل الباب طبيعي. يعني يباني الحشوات دي فعلا حشوات طبيعية. تمام اهو. آآ طبعا انا شغال بمسدس صغير وآآ يا كاد يكون انا ما بطلعش بوية من المسدس. يعني اللي بيطلع هوا بعفرة بس. اللي بيطلع معي هوا بعفرة. يا دوبك عفرة خفيفة بس عشان احصل على آآ الاضاءة البيضة دي. لان لو زادت عن كده طبعا المنظر مش يبقى حلو والباب مش يبان يعني مش هيبان طبيعي مش هيبان وقاعي. هو كده بان وقاعي ان فيه اضاءة فعلا. وطبعا المنظر مش هيكمل ولا هيبان جماله. ايه لما نعمل الظل اللي في اسفل المربع وفي الجنب الشمال. طيب آآ هنبتدي بقى بعد كده نعمل الظل باللون البن المحروق او باللون الاسود. او ده الباب بعد ما عملنا الايه? الاضاءة بس. يعني ده لسه الاضاءة بس اللي عملت. آآ هيتبقى معانا الظل اللي هنعمله باللون الاسود. بحط الورقة في مكانها. المكان اللي كانت فيه. وباجي بقى في الجنب الشمال باخد آآ باللون البن المحروق. باخد الظل بعمل الظل. اهو. بيبان معي بالشكل ده. طبعا كده البلاطة او قطعة الخشب كملت. يعني الحشوة اللي انا بظللها كملت. كمل الشكل بتاعها. هناخد آآ كمان مربعين كده وبعد كده نشوف شكل الباب بعد ما تركب اعمل ازاي. طبعا آآ اتمنى ان شاء الله ان الفيديو كن عجب حضراتكم. ما تبخلوش علينا يا جماعة باللايك. آآ وتشتركوا في القناة لو متابعيننا على اليوتيوب وتتابعوا صفحتنا على الفيس وتشتركوا في القناة برضو تشتركوا في الصفحة بتاعتنا على الفيس. آآ وتعملونا لايك طبعا علشان طبعا موضوع اللايك ده بيفرق طبعا في انتشار آآ الفيديو. زي ما حركم شايفين كده انا خلصته التزليل باللون الاسود او باللون البني المحروق. ونصور بقى الباب بعد ما خلصنا بالشكل الجميل احركم شايفينه ده. ناخد الباب بقى نعلقه في مكانه علشان ايه? طبعا الحاجة اللي ما بحط في مكانها مع الحلق بيبان جمال الباب. اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشكركم والسلام عليكم. اخوكم غريب محمد من جمهورية مصر العربية.